تحقيق نتائج إيجابية تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم هذا ما ركزت عليه الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين سلسلة الاجتماعات التي جمعت التنفيذية والتشريعية أسفرت عن نتائج مثمرة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة حيث تم التوافق على عدد من المبادرات المهمة وهي التوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإرادات للوصول إلى نقطة التوازن وتحديد الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات وإطلاق مبادرات لزيادة الرواتب في القطاع الخاص كما تم التوافق أيضا على زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من 150 إلى 190 دينار شهريا للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 700 دينار شهريا وزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين من 125 إلى 165 دينار شهريا للذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن 1500 دينار وزيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام من 60 إلى 100 دينار شهريا ومن 50 إلى 85 دينار شهريا بالإضافة إلى مضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة بمقدار 100 دينار شهريا ليصل إلى 200 دينار شهريا كما سيعتمد سعر النفط بمقدار 60 دولار أمريكي وتنمية الإرادات غير النفطية وتنمية الإرادات الحكومية ضمن قطاعي السياحة والطيران ورفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني هذه التوافقات بشأن ملامح الميزانية العامة تركز في محورها الرئيس على المواضن باعتباره أساس التنمية ومن توجه له الجهود والخدمات كافة لتحقيق مزيد من الاستقرار المعيشي للأسرة البحرينية وخلق نمو اقتصادي إيجابي يصل إلى العالمية